طيب انت بتجرينا كده للتشكيل قولنا التشكيل المتوقع من موجودنا على الناد طيب التشكيل المتوقع طبعا محمد أبو جبل وحازمان في الجهة اليومنا وأحمد فتوح في الجهة اليسرى الونش ومحمود علاء والونش في قلب الدفاع ونص الملعب طريق حامل وإمام عشور قدامهم يوسف الأمامة على أطراف أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيرة لكن دي الأسماء الحداشر اللي بنسبة يعني 99% موجودة لكن شكلهم ما بعمل زي في الملعب يعني شكلهم الاعتيادي اللي الزمالك بيلعب بيه طول الوقت طرق حامد وإمام عشور اتنين ارتكاز أو اتنين دفندرات وقدامهم يوسف أمامة فنركز عشر القصانع العاب ولا فيريرا هيرجع لأسلوبه اللي هو الأربعة تلاتة تلاتة فهيبقى طرق حامد بس والمثلث مقلوب بقى طرق حامد هو القاعدة واثنين إمام عشور ويوسف أوباما اللي هو الشكل القديم اللي كان بيلعب به هو في 2015 و2016 فهيتحول الزمانك لأربعة تلاتة تلاتة أنا أعتقد تقديري إنه مش هيغامل بدي دلوقتي ومش هيزود مش هيجرب حقاة جديدة نهاردة نازل ياخد تلات نوعات إنه هو هيلعب بشكل اعتيادي طرق حامد مع أمام عشور في نص الملعب أو اتنين ارتكاز وقدامهم يوسف أماما إذا تطلبت المباراة إنه هو الكسف أعتقد إنه ممكن يسحب أحد الاثنين الدفندرات ويزود أو يدي مهام لإمام عشور بإنه يتقدم إلى جوار يوسف أوباما ويبقى الشكل أربعة واحد أربعة واحد أو أربعة تلاتة تلاتة